النائبة والآن أقدم لكم النائبة كسينيا سفيتلوفا التي تريد أن تتكلم أن تلقي كلمة للجميع لجميع المتابعين من الأصدقائي أهلاً وسهلاً للجميع المتابعين هنا يعني إخنا موجودين مع الدكتور إدي كوهن في الكنيسة في القاعد النجف ونفتتخ بعد دقائق يعني الجلسة الخاصة يعني الشأن التقرب بين إسرائيل وبين الشعب الكردي في عندنا يعني موجودين هم بعد زؤماة الجلية الكردية في الأوروبا وأنا أريد أن هناك تباري إلاقة بين الأقراد وبين دولة إسرائيل إلاقة مهمة إلاقة استراتيجية وهي إلاقة لازم نتطور يعني الإلاقات مع الشعب الكردي في الكل مكان مخصوصا يعني في الإراق ولكن بعد كمان في الأوروبا وفي سوريا وفي بعض الأماكن إخنا والأقراد يعني موجودين في نفس المكان بنسبة للإيطداعات علينا يعني من هنا من الشرق الأوسط إخنا نختفل اليوم بالاستقلال استقلال الدولة إسرائيل وإعلان في الأمام المتحدة على الاستقلال يعني وتكوين دولة إسرائيل إن شاء الله إن قريب إخنا نختفل مع بعض في استقلال يعني الدولة الكردية هذه تكون دولة صديقة للإسرائيل للولايات المتحدة وللكول شعب يريد السلام هون في الشرق الأوسط شكرا لك مرحب مرحب شكرا لك أنا هيرت سليبي رئيس الكرد في إسرائيل أول شيء هذا مش يوم عادي إنتي سويت اليوم عشان إحنا عارقين من التاريخ هذا تاريخ سبعين سنة لدولة إسرائيل زي يوم ميلاد وإنتي اليوم جمعت كل الناس وإحنا بدنا نشكر إلك عشان سويت الموعد هذا شكرا كثير وإن شاء الله لا شكرنا لواجب شكرا لواجب وشكرا لكل الكنيسة اللي بدينا نسوي الموضوع مع الشعب العربي إن شاء الله اللي بدينا نسوي إدعام فيهم والذي تبلشتنا نحاول في الشعب شكرا لك شكرا تخزيك رك تخزيك تحية لجميع الأصدقاء الكرد في الشتات في إسرائيل وفي جميع نحاء العالم أولاً أريد أن أحيي النائبة أكسينيا سبيتلوفا وهي النائبة الوحيدة التي يعني بكل كوة قررت أن تفتتح هذا المؤتمر وهذه هي ولادة جديدة للوبي صهيوني يهودي كردي نحن لا نخاف نحن نحب الأكراد ومن اليوم وصاعداً سوف نعمل كل ما بوسعنا بمساعدة إخوانا الكرد حتى بناء دولتهم المستقلة كردستان وشكراً لكم شكراً لدكتور إدي كوين من لكرات في إسرائيل شكراً لك شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم